استكمالاً للجولة الثالثة للمباحثات التي بدأت الخميس الماضي أنهى أطراف الاتفاق النووي المتمثلة بمجموعة أربع زائد واحد اجتماعهم مع النظير الإيراني في فيينا وصدت تفاول بمواصلة المشاورات والحوارات الفنية للتوصل إلى حل لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 المدير السياسي للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا أعلن في ختام المباحثات أن المجتمعين أجروا تقييماً بعد محادثات مكثفة وأحرزوا تقدماً في مهمة لم تكن سهلة مضيفاً أن هناك حاجة للعمل أكثر لتحقيق هدف عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشامل المشتركة للاتفاق النووي وتنفيذها بالكامل من جهته أكد كبير المفاوضين في وفد النظام الإيراني عباس عراقجي أنهم اتفقوا على مواصلة الحوارات الثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى الخبراء خلال الأيام القادمة مبيناً أن المسار أصبح أكثر وضوحاً بالرغم من الخلافات القائمة والجدة بدوره قال المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا ميخايل أوليانوف بعيد اختتام الاجتماع إن أطراف الاتفاق النووي أعربوا عن رضاهم للتقدم الحاصل خلال اجتماع اللجنة المشتركة منوهان إلى تكليف مجموعات العمل على مستوى الخبراء حول رفع العقوبات والأنشطة النووية لمواصلة مباحثاتها الأحد والأسبوع المقبل ويرى مراقبون وبحسب تسريبات إعلامية أن الإدارة الأمريكية بصدد تخفيف العقوبات مقابل عودة النظام الإيراني إلى التزاماته النووية فيما تصر طهران على رفع العقوبات بشكل كامل للعودة إلى التزاماتها